يبدو أن معركة النظام لاستعادة السيطرة على كسب في ريف اللاذقية قد بدأت ولأول مرة استخدم النظام سلاح البحرية ليشن هجوما على بلدة السامرة المجاورة لكسب والتي كانت المعارضة سيطرت عليها قبل نحو شهر معلنة يومها أنها أمنت أول منفذ لها على البحر مصادر النظام أكدت أن العلم السوري عاد ورفع على مخفر السامرة الواقع عند الشاطئ وأن الجيش السوري سيطر على مرتفع تشالمة المجاور وقطع خطوط الإمداد عن السامرة وهو يتقدم باتجاه بلدتي النبعين وكسب أما المعارضة التي أقرت بخسارتها مخفر السامرة فأعلنت أن المواجهات مستمرة في البلدة وأن المعارك على أشدها على محور تشالمة والمرصد 45 في أي حال فإن الوقائع تؤكد استعادة النظام زمام المبادرة على جبهة ريف اللاذقية التي شهدت نوعا من الجمود والتراخي في الأسبوعين الماضيين وبأسلوب المفاجأة ذاته الذي اعتمدته المعارضة للسيطرة على منطقة كسب ومحيطها في 21 أذار الماضي رد النظام ونجح في استعادة بعض النقاط الاستراتيجية أما الفارق بين اليوم و21 أذار فهو المساندة التركية التي كانت واضحة يومها إلى جانب المعارضة عندها قيل إن تدخل أردوغان شكل جزءا من حملته عشية الانتخابات البلدية أما اليوم فتبدو الظروف مختلفة ترجمة نانسي قنقر